رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين والفقرة المهمة عن الكوروناسية والكابتن أمال فؤاد أهلا بك يا كابتن أهلا بحضراتك أنا سعيد بوجودك معي النهاردة وإن شاء الله نفيد الناس على موضوع الكوروناسية اللي ناس كتير قوي متشوقها نتسمع عنها وأخبارها وتفاصيلها والكلام دي كلها أنا أسعد رب أنا أشعر ليك من الأول كده كابتن يعني برضو عايزين برضو إيه يعني نراه في كابتن أمال فؤاد بدأت إزاي في موضوع الكوروناسية أهلا بسم الله الرحمن الرحيم تشرفت طبعا أكيد بوجودي معاكو هنا أنا بدأت كرة قدم زي ما كلنا بدأنا في نادي جنب البيت عندنا كنت بروحه مرة واحدة في الأسبوع مع أخواتي يعني وجي والدي كان صديقه في النادي الأهلي نادي الأهلي وكانت دكتورة صاحر موجودة هناك وكانت بتجمع التيم كله اللي بيلعب كرة قدر دكتورة صاحر الهواري وفعلا قالت له مفيش مشكلة تنضم للتيم وعملت ساعتها اختبارات وكان ساعتها مفيش أندية يعني إحنا كلنا كنا ابتدينا منتخب الأول قبل ما يبقى فريق طب يعني أنا أقدر قولي الموضوع جي معاكي باي لقي كده ولا أنت كنت عادة تلعب كرة قدم؟ لا أنا كنت عابة كرة قدم وكلنا أغلب اللي بدأوا ما كانش يعرف إن في حد أصلا بيجمع لكرة قدم هو ده أنا عايز أقولهلك إن فينا يعني البنات عمتهم ما كانش يستهواهم موضوع كرة قدم ده لا هي بتبان إيه بقى؟ بتبان ما تلاقي البنت ترعب مع أخوتها لما تكون في نادي تكون في حديقة تكون مع حد من صحابها يعني بيبان هنا هنا بعد أهل اللي بيدخل أصلا عندي بنتي نهاية وفريدة موضوع كرة القدم بصي خارق دماغهم بس أنا لسه إيه يعني عارفة مستنى ما هم يعني إيه يعني أشوفهم عايزين قوي عشان خفلهم ده استعداد ده استعداد لا فيه بيلعبوا بقى فيهم خلاص وما الاستعداد ده مش موجود هي لقوها قدامهم يعني نصحتك ليهم قديهم ولا إيه رايك؟ أه سأقول لهم بقى نصحة على ما كدت فرجوا عليك دلوقت والله يوم الحاجة اللي بيحبوها يفضلوا وراها في يوم اللي أيام هيحققوا لنفسهم فيه تمام طيب كابتن من وقت نظر كيمت بقى يعني الأندية الشعبية اللي هي منصورة مصري اسماعيلي محلة ليه ما فكروش يعملوا فرق بكرة نسائية ويخش مسابقات وهو الكلام ده كل وصحي ممكن يكون الأندية يعني الاهتمام الأكبر لمجلس الإدارة بيبقى الفريه الأول هي دي مشكلة طبعا قايمة في الأندية دي إن هم شغلوهم الشغل للفريه الأول فريه الأول رجالي ينجح في الفريه الأول الرجالي وبعدين يفكر إن هو يعمل لأنه تعتبر برضو بتسبب للأندية كتير مشاكل مشاكل إيه بقى؟ يعني ميزانية عشان أنا أجيب فريق كرة قدم نسائية أو إن أنا أعمله طب ما إحنا ما عليش ما إحنا عندنا فيه أندية معاه فلوس ومش عاملة برضو يعني فيه برامز في الأهلي فيه زمالك فيه بصوا دايما أي نادي بيفكر هيعمل كرة قدم نسائية إيه المردود اللي جاي عليه النهاردة بقى فيه مردود إيه المردود؟ إنت النهاردة فيه تصفيات فيه بطولات فيه هيبقى فيه كاس أندية للكرة النسائية يعني بقى الدخلة في البطولات ما بقتش هي عبارة عن دوري محلي بس لأ بقى فيه طيب يعني نقدر نقول إن إنت لقدت النهاردة مش شايفها إن كرة القدم نسائية في الوطن العربي أو خلينا في مصر مش شو أخدا فعلا حقا؟ وصي هي الفترة الأخيرة يبتدوا يشتغل عليها بشكل كويس جدا سواء نجحنا أو ما نجحناش نتكلم نهاردة على إن إحنا نجحنا أو وصلنا ليه؟ إحنا بنتكلم نهاردة إن إحنا شغالين وصلنا الفين دي بقى هتيجي بالتكرار بس إحنا شغالين كويس أوه إحنا ظهرنا آخر فترة دخلنا بطولة عربية دخلنا تصفيات كاس أم أفريقيا عمان شاركنا بينا موجودين نهاردة إحنا دخلنا تصنيف قبل كده ما كنا شفتها تصنيف ده بإسم منتخب مصر؟ بإسم منتخب مصر تقدمنا نظهر سواء برضو زي ودي دجلة عشان برضو ما نبخص سحق نادي كبير زي ده دخل في كتأول مرة تتعامل سنادي في المساواة بتاعة أمم أفريقيا طيب الثقافة إن البنت تلعب كرة قدم في مصر يعني خليك نتكلم بيعني إيه؟ زي ما أهلنا بيقولهم الثقافة إن الأهل الأب والأم إنهم يودوا ببنتهم سواء نادي أعدادي أو تاني أعدادي أو أي إن كنسي إنها إيه؟ إنها تروح تتمرن كرة قدم بدأت تبقى عادية شوية؟ ولا لسه في تمسك بلتنا متلعبش كرة البنت كزا؟ لا لا كلام ده كان زمان كلام ده كان أيام نحن يعني كلام ده نتكلم فيه في التسعينات ستة وتسعين وتمانية وتسعين لغاية ألفين وألفين واثنين كنا بنقول إيه ده؟ مفيش بنت لعب كرة كرة؟ مفيش بنت وما ينفعش ودي لعبة ولاد وكلام ده حاجات ميكات بتبقى نمازج بسيطة أنا ما دلوقتي لعب ده النهاردة بقت لايف ستايل دلوقتي؟ بقت لايف ستايل طبعا ده مع الزومبة والحاجات اللي ما بغيت بقتها كرة دي ستايل ما بتلعبش كرة هي طبعا كابتل أني كنت شغالة في نادي العين في الأمراض أكيد عندك عملت خبرة كبيرة جدا طبعا مع الأدوات اللي موجودة هناك والحاجات اللي بيأهلوها للمدرب سواء مدرب أو لعب بيوفروا لكل إمكانية بحيث تنتدي في الملعب بس أنت شايفة أننا هنا ممكن ننمي الموضوع ده عندنا إزاي ويبقى موضوع عادي في مسابقة زيها زي كرة القدم الرجال بالضبط بس أولا أنا يعني بمناسبة موضوع نادي العين أنا حبة بس أدي كومنت عشان في ناس كتير قوي بتسأل يا كابتل أملت ثابت نادي العين طب ثابته إزاي طب ثابته ليه وطبعا بقى أنت عارف الشرع المصري كل واحد بيعمل ستوري لوحده وبيندد وبيقول وبيتكلم وبيصدق وحاجات من دي فأنا هاخد الفرصة دي أولا نادي العين هو من الفريق اللي موجود الكرة القدم النسائية هو مش نادي العين نفسه هو شركة نادي العين طبعا إحنا عارفين مهام الشركة الرياضة إيه؟ استثمار استثمار فبالتالي أنا الفريق اللي عندي لما هيجي هيكون إيه؟ هيكون لازم يكون داخل معا سبونسر تمام تمام اللي داخل معا سبونسر هو كان سبونسر داخل عن طريقي أنا تمام؟ كنت موجودة لغاية لما أتمينا التعاقد وكنت أنا قريدي اشتغلت في النادي شهرين كنت نادي مش في الشركة بقى يعني هو انت خلاص معايا الشركة بتديك النادي بيدي للشركة اللي حقيقي أن يستخدم تمام الفاسيليتي بتاعت النادي اتمرنا وتمام واشتغلنا اختلفت مع شركة الرعاية طبعا انت عارف زي ما بيحصل في أي حتة مدير الفاني النهاردة الصبح فلان بالليل بقى علام عادي جدا فاختلفت مع شركة الرعاية مش مع نادي العين عقود وحاجات من دي واختلفنا وخلاص وانسبت النادي ده المفروض ان الواحد الناس تفهم ثقافة الاندية كبيرة فعش اسيب نادي واخرج اتكلم عليه من فعش اسيب شركة او اختلفنا في تعاقد خلاص خلوا الموضوع يكون بسيط علينا وعلى الناس بالنسبة بقى للكيان بتاع نادي العين اولا حاجة انا مكنش هتخيلها ابدا انا دخلت اول مرة في الملعب كان فيه اربعين بنت كرة قدم اربعين بنت يعني كرة قدم صرف كرة قدم اولا انت ليك استاد لوحدك بتلعب فيه ممنوع حد يخش غير اللعبات لا فيش اوليه امور اللعبات بس في سيكوريتي واقف على الباب فيش حد بيدخل فيه خصوية غير عادية بدون معلش بعد قطع كلامك نوطة دي بالذات تعتبر في المصر ان احنا نعمل ملعب خاصة بالبنات ومحدش يخش ليه لا في المصر انت انفع ليه لا انت قد ليه مثلا وليه امور داخل انا عادي اخش مع بنتي ممامت وممت لا احنا النهاردة بنتكلم فريق اول بتلاقي من فوق ال 21 فيما فوق ولا ايه امور اللي هيخش مع بنت 21 سنة و28 فيه ناس بيلعبوا عندي اكبر مني يعني ممكن تقصديه هواية واحدة ممكن تبقى 40 سنة واحدة ممكن تبقى 38 سنة فاللي هي الاعمار في البنات عمتا بتبقى زي الولاد ولا ممكن اعمار تدفوات لازم بسن معينة لا بص هي طول ما هي كويسة قدرات اه طول ما هي كويسة وهي قادر تدي في الملعب مالها السن طب احنا نقصنا ايه عشان نبقى عندنا فرق مش فرق واحدة يعني هل هي ادوات لوايح رؤية من المسؤول للعبة ديه بالذات الكرة النسائية يعني هي مشكلة في ايه او احنا محتاجين ايه بالظبط والله احنا كنا محتاجين الاول ان هي تظهر كبطولات انهم يعترفوا ان في كرة نسائية لما الفيفا نزلت قرار على افريقيا واسيا ان السنة الجاية حدش هيشارك في بطولات اللي لم يكون عنده اللي بيشاركه في الكونفدرالية اللي بيشاركه في التصفات كاسم وافريق كل دولات ما حدش هيخش لازم يكون عندك في كرة القدم نسائية مش هنقبل دخول يعني ما جاتش لما بقى في اكبار ده احنا احنا كمنظومة القرة نسائية مبسوطين ان احنا هنكون متوجدين طبعا فيه عندية تعبانة في موضوع القرطيقانة من سادة من زمان جدا يعني فيه هنقول الطيران هنقول الودي دجلة فيه عندية كتير جدا سابين من فترة من عمر من اول ما ابتدينا احنا بنقول يا سموح يا طيران يا دجلة وما كانتش دجلة كمان اول كنا بنلعب باسم جولدي وكايرو اسم ميلان والساحل وبعدين اخر حاجة انتهى المطاف الودي دجلة طب انت شايفة لو احنا عملنا يعني لو الاهل والزمالك عملوا فرق والمقاولين زي المرتبط مثلا بتاع الناشئين كده ان كل فرق اللي موجودين في الدولة بقى عندهم فرق كورنا زي هل هتلاقيه في الرعاية وفي الاعلانات واخد نفس السكسي بتاع القدم الرجالي حتى لو ما خدش نفس الماتيريال دي احنا بنقول البنت هتكون مستريح يعني البنت احنا بنظهر عليه انت فيه ناس بتبطل وناس بتخلص كورة وناس ما عملتش اي حاجة خالص ويا لسه منظهرتش بسبب ايه بسبب ان هي مش كل الناس تقدر تروح لتمرين مش كل الناس تقدر تمشي مش كل الناس يبقى عندها مصاريف ان هي تصرف على الكلام ده فلما يكون فيه اندية وبالدعم وبالتصرف وبالتطلع هتلاقيه حتى البنت شايفة واخده حقه الكلام دوت هيخلينا برضه وراح لسؤال فضولي شوية انت زي وفقتي بين دراستك وبين التمرين وبين المنشاط وبين المسابقات احنا مثلا احنا كولاد كنا بنتحيل شوية وكدين دنيا لحد ما اسهل شوية انه ما انت بقى كبنت كدراستة وفي دروس وفي مذاكرة وفي 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 لا انا عديت بقى كمان المرحلة دي كمان يعني انا كمان عندي بنت وولد ما شاء الله وكنت بتلعبي في الفترة دي كنت بقى لعب وانا كان بنتي اربع سنين وابني سنتين وحاجات من دي فلا هي الفكرة كلها انت الدافع الموديك ناحية اللعبة انت بتحبها فالدافع ده هيخليك غصبة عنك تكمل يعني انا توقفت حوالي اربع سنوات ورجعت داني طيب يعني برضو يعني انا بص ان انا عايز استغل وجودك في ان انا لو في اي بنت بتفرج علينا ناوية او في بنت شايفة انها مثلا عندها مهبة ايه اللي هي تعمله بحيث انها فلا تاخد خطوة ايجابية في انها تبقى لعبة كرة في نادي الفلاني الاستمرار لو هي الظروف مش مواتية في الفترة دي مش هتقدر ان هي توظف في تمرين لو هو فعلا حاجة هي بتحبها وحلم هي نفسها فيه فيش حاجة هتوقفها طيب لا بعيد عن ان هي انا بقولك مثلا ايه واحدة بتحب كور بس هي مش عارفة تروح فين وتيجي من تقدم فين هل في اختبارات هل في انديا معينة تروح هي تكسطف جدا يعني فيه بنات نفسها تروح بسحطف جدا يعني البنت اللي بتبقى عايزة اه بنات شاطرين جدا جدا وخصصا كمان السوشال ميديا والفيسبوك والحاجات دي ما بقيتش مخلياهم يعني مش عارفين يروح فين لا ده الفيسبوك مليان اصل اغلبتهم بقولك فيه اكاديمية جنب البيتنا فهروحي اكاديمية وخلاص بهي الاكاديمية دي هتوصلها طيب بس فيه اكاديمية بتبقى برعا برضو بيزنس وبياخدوا شفراك شهري وخلاص معا انت بتديني خدمة وانا هتديك خدمة انت بتديني خدمة ان انا باخد منك مثلا مرضود اللي انا بالخدمة اللي بقدمها لك وانت بتوديني النادي ما هي طيب هالكل اكاديمية بتوديني ايه؟ كل الاكاديمية فيه قصية المشروع اصلا بدايته ايه؟ انا نفس اخش الدوري وما عنديش المقاومات ان انا اقدر ادفع مصاريف الدوري فبعمل ايه؟ يعني احنا ممكن بكرة اجيب افتح مواقع من المواقع علاقى مثلا ايه؟ فلانا جاء لها عاد مثلا في نابولي او في برشلونة او في كده لعبة مصرية؟ لو احنا تخلينا دور المحترفين الاول الاول يعني طب ايه اللي يعني بنكلم بقى كمشتوى يعني لو تبنتكلم كلام فاني ايه اللي يخلي بنت مصرية لعبة كورة؟ ما تروحش تلعب عندها في اوروبا او في الحليطة؟ لا احنا عندنا عندنا نمازج محترفين؟ عندنا نمازج محترفين بنات مصرية؟ بنات مصرية بص احنا عندنا سلي منصور عندنا إنجي عاطيها عندنا سارة عبدالله عندينا مننطاري دول لكن لعبوا في الدوري التركي لكن لعبوا في الدرجة الاولى في منهم لعب في الدرجة الاولى وفي منهم لعب في الدرجة التانية جواب اند imageم تخب مصر؟ دول في منتخب مصر تمام؟ وماشاء الله كلهم مستوياتهم معقولة هايلين كلهم يعني Product Owner مثلوا منتخب مصر اكتر من مرة في لسه الفترة الأخيرة من حوالي أسبوع رجع سالي منصور ومهد مرداش رجعين من رومانيا احتراف برضه احتراف طب كابتن أنت اتضربت في الإمارات واضربت هنا في مصر إيه اللي اختلاف؟ يعني الحتة اللي هي فعلا لو عندنا نعدي الناس اللي جنبيني كلها كدول عربية أو الدول الأجنبية إيه اللي ناقصنا؟ بما أنت جربت في الهنا وهنا بص هناك أنت ما بتفكرش في أي حاجة أنت بتفكر غير في الملعب وفي النمازج اللي قدامي يعني زي إنك صافي للشغلة بس هنا أنت عندك مشاكل بنات بتحلها طبعا مش جوه الملعب مشاكل خاصة بيهم عشان يقدروا يجوا الملعب عندك بتتعامل مع مجلس إدارة في مشاكل بتواجهك معاه الماديات اللي بتواجهك معاه كل دي حاجات بتخلي المدرب مشتت لو طبعا الموارد دي متوفرة ما تبقاش بتتخنق على معاد الملعب بس أطمرن الصبح اللي أطمرن بالليل عند دارس بابا مش راضي كلام ده كله فتلاقي الملعب متوفر لك المعاد مناسب للبنات البنات ما عندهمش مشاكل بيجو لك عندك إيه المشكلة الدوري ماشي كل حاجة ماشي مناسبة للحكام كويسين خلاص انت مش عايز حاجة كاي system 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 ماش خلاص إنما أنت هناك بتروح عندك اللاعبات قدامك عندك time لازم يخشوا في time مش انت بقى اللي بتحيش طرف تزعب وطول انتو ما جيتوش ولأ فيه من قبل ما يجو لك فيه حد مجهز لكل حاجة طب كابتن أمي هنسألك سؤال يعني هو جي كده في زهني بس لازم اسأله بصراحة لأنه كده أي حد دلوقتي قاعد بيتفرج عيني لازم هيسألك السؤال ده كبنت بتلعب كورة طبعا إحنا عندنا عرف إن البنت دي متلعبش كورة تلعب بالعروسة وبالتلعب بالكورة ده إحنا متربين على كده ما تعرضتش لمواقف بايخة من بعض الناس اللي شايفوه منت تلعب كورة أو فيه طلع كده أو جملة قلب كده أو كلام ده كله لا في مصر هنا ما حصلش لا طيب لو فرضنا إنه هو حصل لبنت من البنات تقول لها إيه؟ تنصحها بإيه؟ والله كان حصل فترة الأخيرة على منتخب النشآت التنمر الأخير اللي حصل عليهم أنا بالنسبة لي ده كلام يعني أنا ما حطوش أصلا في حزباني لو هي عاوزت ياسكنة الرجالة بتكلموا عليهم بزات يعني السورية ممكن يبطل بسبب جنة الإيه؟ الناس اللي بتتكلم هي بتتكلم هتعملها هتبقى كويسة تبقى وعيش هيتكلمه فلا محال يعني طيب أنت تمحضك إيه لكورة نسائية في مصر؟ يعني لو بكرة قالوا لك تعالي يا كابتن أمال أنت تبقى مسؤولة عن كورة نسائية في مصر أول حاجة هتخدها إيه؟ أول حاجة أخدها؟ يعني قولي لي كده زي الفجرة المتالك هتبقى عاملة إزاي؟ لأن أنت تعملي كورة نسائية أناك هتنوصل أحاول أوصل صوت كل الناس أوصل؟ صوت كل الناس كل الأندية سواء كبيرة أو صغيرة يعني المفروض يتاخد عنصر من كل فريق يكون متواجد ونوصل صوته وبقى فيه اجتماع دوري للناس دي يوصل صوتهم إيه مشاكلهم سواء درجة أولى سواء درجة تانية سواء درجة تالتة نحاول نحل لهم المشاكل يبقى محطوطة كده في ورقة بنحط النقط اللي موجودة وإحنا شغالين إحنا بنقول لهم إحنا شغالين وفعلاً بيلاقوا على أرض الواقع إنه نقطة نقطة بتتحلها إقداروا يصبروا على المشاكل اللي بتقابلوا إنه أنا سيب الدرجة الأولى في ناحية والتانية في ناحية والتالتة في ناحية الصداء مش باين الصداء في نادي صغير الصداء لا بالضبط مش هفضل أهتم بالأندية كبيرة بس لا مش مفيش عادل مش موجود اللي أنا بقول الأندية اللي ما فيهاش كرة القدم نسائي المفروض إنه نعمل يعني نساعدها إزاي؟ من ناحية سواء اللي هي الأندية كمادة ولا الأندية ككل إن أنا أحط عندها كرة قدم نسائي ما هو فيه أندية عندها الموارد لا أنا باتكلم عن اللي مش عنده اللي مش عنده الموارد ده بعد يعني هنقول ده التحاد دي مسؤولية التحاد مسؤولية المسؤول عن ملف كرة قدم نسائي هو المسؤول اللي يطوع لو نادى عنده موارد بس ما عندهش كرة نسائية مرحب تاني هي مسؤولية الاتحاد المفروض انت اللي بتقول خلاص هي دي يعني ممكن يعمله حاجة يعني رولز زي الاتحاد الافريكي لما عمل يلزمك ان انت بعنده بزبط انت لازم تدخل يعني في سنة من السنين كانوا عاملين ده اللي ابتدأ انت القرى النسائية تنتشر شوية انه قال لك مش هيبقى لك صوت في الجامعية العمومية لما تعمل فريق كوري قدم نسائي اي طبعا لغوها تاني دلوقتي طبعا يا درجة اولى يا تلعب درجة اولى ولاد يا يكون عندك فريق كوري قدم نسائية والفريق ده كان قريدي بيلعب اولى كانش في مكاتي منتشر الزي دلوقتي شايفة ان الدولة ليها تدخل ولا ده حاجة خاصة في اتحاد القربس ولا شايفة ان محتاج الدولة ان هي تزوء زقة في الموضوع ده والله يعني الرئيس عفتاح السيسي ادى توجه قبل كده في مؤتمر ان فين كوري قدم نسائية وداعم للرياضة النسائية فعايزين ايه توجه اكتر من كده يعني هو بيحس على كورت قدم نسائية احنا بنتمنى ان احنا نطلع لقبام لانها يعني ممكن جامعة اسكندرية تربية رياضية طبعا اشان انا فيها اول سنة السنة دي يدخلوا منهج لكورت القدم النسائية فقط كان فيه شعبة كان فيه شعبة كورت قدم بس السنة دي اول سنة اول ترمي يطبق في جامعة اسكندرية كورت قدم نسائية طب هو فيه اختلاف يعني انا رجل اشغلت كورة رجالي فيه اختلاف طبعا يعني فيه تاكتك مثلا لا لا بص الكورة كورت قدم ده ما فيهاش نقاش انت بقى تديها ازاي دي بتاعتك انت لأ سنتي بتقوليلي فيه كورة نسائية بس يعني ايه اللي هنتبسه غير كورت قدم لأ فيه كورة قدم نسائية دي كلية بنات فانت هتدرس لبنات فاحنا عايزين النهاردة يبقى فيه دكاترة بنات بيدرسوا كورة قدم نسائية طيب انا بعد كابتن يمال عايز طبعا يعني بعد ما اتكلمنا على موضوع كورة قدم نسائية عايز ااخدك برضو معايش الكلام اللي موجود على الساحة وننجي على برضو المتخب ما سمعتش عندنا اغري 5 دقايق فلازم اتكلم عن المتخب مصر ما ينفعش يعني ايه تمشي كده من غير من تكلم عن المتخب مصر شفت ماتش تونس؟ شفت ايه رأيك؟ حلو حلو جميل بس يعني ايه رأيك كحد فني؟ ميش انا اقولك يعني عايز تبتدي من اول كروش اه طبعا اه اولا هو عمل حاجة كويسة عشان برضو من بخص حق الراجل انه هو طلع اسماء جديدة وطلع نمزج لسه احنا بنشوفها بس مش دلوقتي يعني ما كانش ينفع دلوقتي ما كانش ينفع تخش دلوقتي يعني احنا بنجرب او بندخل ناس اه فين التجانس اللي بين اللعيب مفيش تجانس بين اللعيب وعدم تزبيط التشكيل ده مشكلة برضه يعني عمال يجرب هو عمال يدخل ويجرب وبيلعب ناس في اماكن مش بتاعتها ومرة راجل منجحش وبلعبه تاني منجحش التالت منجحش خلاص بقى يعني رجعه في مكان راحين اديك اه محمد شريف اه محمد شريف وانا بص يعني معليش طبعا كروش اسم كبير بس احنا في حاجات شايفينها لازم نتكلم فيها يعني لو ما كانش كابتن دياء السيد ومحمد شوقي وكابتن واقل جمع كلم معافية يبقى احنا نجيب حد يقول له جماعة فيه كذا 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 بس ما كدنا هو طبيعي ان هو بس اعايز اقولك بس عشان الجهاز يعني كل واحد في الجهاز دي دور حلو انا مهمتي ان انا في المكان بتاعي ان انا اقولك تمام وانت هو صاحب الرأي انت صاحب الرأي يعني النهاردة ما جيش اقدر اقول ان كابتن احمد شوهي يقول له محمد شوهي يقول له اعمل ما ينفعش بالضبط يعني هو ده قراره مدير الفني قراره اولا واخيرا لان هو اللي هيتحمل النتيجة النهاردة كل الكلام اللي احنا بنقوله كل الشرع المصري هو اللي شايله صح؟ بالضبط فهو اخطأ اخطأ فيه اخطأ في تغييرات انا النهاردة ممكن اعمل اللي هو بيعمله ده بعد ما اضمن المكسب بالضبط اعمل اللي انت عايزه شيل ده وحط ده واعمل كل حاجة تغييرت افشة في المصر بس انا مش عايز اقول كيميط ما ينفعش هو خلاص خرج بس عايز اقول ايه هو ممكن ينفع يخرج بس التوقيت يعني التوقيت التغيير اهم من التغيير نفسه يعني انت لما نزلت له صبرت رح تشايله هو اللي هو هو اللي هو هيشغله شريف بينهم وبعض كيمياء هو اللي هيشغله بالضبط كده شلت ده حطت ده وبعدين مروان حمدي انت قتلته بعيد عن مستوى يعني بعيد عن مستوى انت كده قتلته أو بطلته كورة خيلته ويمشي في الشارع بدلا من ناس تتكلم مع تقول الكابتن هوم مرة هنصور معاه انت كده دبحته ليه أنا عندي ناس العب في الفرقة أنا مقتنع بيه والكابتن أمام مش مقتنع بيه بس أنا صاحب الكرار فأنا بلعبه خلاص فلنا لعبته إيه تا مش ماشي معاه بس أنا مقتنع بمهبته فلعبته تاني إيه تا مش ماشي معاه تالت مش ماشي معاه لازم هنا أبعده عشان لو هو استمر على كده هيبطل كورة بص العند فيه فرق من العند وإن أنا كن مقتنع بمهبته اللاعب تفرق كتير قوي وهو ما طلعه عليه العنيد ما هو العنيد دوت في الصالح يبقى كويس يعني أنا لما عنده على اسلوب اللاعب أنا شايفه أنه ده من ناس وعدين في حاجة عايز قولي طبعا أكيد حدق أهل الحاجة زي كده يعني أنا بحط خطتي والتاكتك بتاعي على اللعبة اللي عندي ما هو أنا أنت جيت لقيت اللعبة دي ما جود وانت اخترتها يبقى لازم أنت تكون شايفة اللعبة دي هتقدي الغرض اللي أنت عامل بس إننا أنا جيب لعيب مثلا سي بيلعب دي فندرة لعبه راس حربة أو لعبه باكرايت طبعا ده هو مش يديك النتيجة اللي أنت عاوزها لأنه هو أريد حافظ المكان بتاعه عارف الوجبات اللي عليه إيه عارف الاتزامات اللي عليه إيه فمش هيديك يعني فيه بطولة فبقى ده 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 صعوبة الأكتر أنت كنت سعطها على نفسك وعلينا كلنا إحنا كنا طمعين أقوى في البطولة دي وعليين دي كنتش طمعنا في البطولة دي أكيد كلنا كان نفسنا إن إحنا نحاقى البطولة دي لأن إحنا كنا الأقرب لها يعني مش هيجي بطولة سهلة ويعني شبه إعداد للتصويات بتاع كأس العالم وكأس الأمم اللي جاية غير بطولة لكنا عملنا مش رات ودية ما كانش تبقى بنفس جدية البطولة دي والله إحنا استفدنا استفدنا من الحصن بالأسماء الجديدة واستفدنا من الخطأ من اللي إحنا عملناه إحنا استفدنا إحنا كشعب بس هو هلي هو شاف ده هو بيقولك بعد الماتش ندي حظ ما ده برضو الرد بتاعه كان صدامني لما قالي إحنا اخسرنا بالحظ لا لا هو فيه فيه الكلام اللي قاله على طول بعد الماتش هو قالك إن أنا بتمنى إن الفيفا تعمل فولو يعني تتابع عشان التحكيم ده أول كلام قاله إن فيه التحكيم كان فيه أخطأ كتير قوي هو أول ما طلع ندد بالكلام ده طلع قال إن المفروض إن الفيفا يهو مش مش هيعرف ياخد حقه من حكم طيب ماتش قطر يوم السابت إن شاء الله شفت أداء قطر مع هكذا كان عامل إزاي شفت أداء قطر يخض مستميت يخض هيجرب برضو ولا هيتعلم ولا هيكمز ما هو لا خلاص بقى أنت النهاردة يعني بتطلع من البطولة على أقل بمداليا شرفية لأن إحنا مش مركزنا التالت طبعا إحنا طول عمرنا متعودين إن إحنا أول طب تتوقع كده في نهاية الحلقة يعني هيلعب نفس تشكيل ماتش اللي فات ولا هيغير لا أكيد إن شاء الله نتمنى من ربنا أن يغير إحنا بوصلنا لمحالك يتمنى من ربنا يغيرك أيه أيه أكيد الشعب المصري كله على فكرة يعني بصي إذا ما كانش بيفهم في الكورة ما في المية بس هو في المجال يعني يقول لي ممكن حتطف التشكيل وانا ينبيل هنالعب كذا 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 في حاجات إحنا بنحكم عليها بعواطفنا وده غلط ما هو ده اللي أنا كنت عايز برضه أقوله أنا رأيه في محمد شريف يعني أنا عارفة طبعا أنه في رود هيل بس فيه دايما عشان أنا بتكلم كمدربة أنا بتمنى وجودك في الملعب والشعب كله بيتمنى وجودك في الملعب أنا كمدرب نفسي أكون مستفيد بيك في ملعب بس أعايز حد تاني في المركز التاني فالمهم يعني الميزة اللي بتميز أي لعيب يعني ما شاء الله مش عايزة أنسى طبعا كابتن أحمد فاتحي بيلعب في أي حتة في الدنيا بس بس على فكرة كابتن مجد هي قدرات هي قدرات بس هي دي بقى هي مش مشكلة محمد شريف بس لأ هي مشكلة المدير الفني ده ممكن تلعب في فريقك حاجة وفي منتخب بلدك حاجة تاني لو هو أهلك لكده بالزبط لو هو طلع محمد شريف خالص من التشكيل كانوا برضو هجموه فالفكرة كلها أن لازم اللعيب برضو يكون عنده حتة دي عشان ما تصعبهش عليه خلاص هو جرب وما نفعش فهو لازم يرجعه المكان ما هي دي اللي أنا كنت أقولك بقى عليها كابتن إن أنا لما أنا كمدرب عندي رؤية عملتها ما جابتش نتيجة لازم يبقى عندي بلان بي وبلان سي ما يصممش عليه في كلمة قالها برضو مش لذيذة كان قالها كابتن كوبرا بلا كده قالك إن دي اللعيبة اللي موجودة معايا يعيزوا لكم دي الخامة اللي طالع عندكم هاي دي الإمكانيات بتاعتكم وأنا بلعب عليه فإحنا عندنا دلوقتي نقصين إحنا نقصين في المنتخب كتير قوي وفي الناس كمان اللي المفروض تيجي أو اللي هو ما اخترهاش مفروض ترجع بقى كفاية فلا إحنا نلعب على بطولة يعني نلعب إن إحنا ناخد مدالية كابتن أمال أنا يعني الوقت عادة معاك بصراحة كان نفسك كلم قوي عن الكوروناسية ونستفيد على موضوع المنتخب بس لأسف الوقت ساعاتنا وكت سعيد جداً من أنا مع حضرتك النهاردة وبتمنى أن تكوني معايا في أيام تانية إن شاء الله في حلقات تانية بإذن الله أنا لتشرفت بيكو شكراً لكم شكراً لك كابتن أمال وكلمة أخيرة أعزائي المشاهدين لنصيحة مني يعني أنا أدى كده في الكورة بس يعني عايز أقول بخصوص موضوع السلية موضوع مصطفى فاتحي ما حدش يسمع للإعلام ركز في الملعب بكرة هتغلط وبعدها هتغلط وبعدها هتغلط يا سلية ركز في الملعب من لكش دعوه بسوش الميديا خالص ويا جمهور الأهل والزمالك احنا بنتفرج على منتخب مصر بنتفرج على منتخب مصر أرجوكم إبادة عن الأهل والزمالك نتكلم أهل والزمالك لما نرجع إن شاء الله 20 ديسمبر بقى نتكلم على الأهل الكسب محلة والزمالك كسب وديدجلة والكلام ده كله لما النهاردة بنتكلم باسم منتخب مصر فأرجوكم منتخب مصر رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة أرجوكم يعني ده نداء أخير مني ليكم وفي نهاية الحلقة بشكركم جميعنا المتابعة ومش يعني لازم أشكركم على المتابعة على السطحة وعلى ردود أفعالكم وبشكركم جدا 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 وبتمنى أنا أكون أساعدتكم أفاتتكم النهاردة وبرنامج التعلب مع محمد السرول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة